موضوع أذكر عارف زي واحد هيك مغمى عليه أو زي واحد يمكن فاتر أو زي واحد مش صاحي فبتروح أنت معطيه زي الإلكتريك شاك أنت طبيب طبعاً تعطيه الإلكتريك شاك والضرب الكهربائية ياخد صدمة يعني صدمة صدمة كهربائية تقول له اسحى أذكر هذا الإحساس اللي بجيني أنا عم بتكلم عن موضوع اللي هو رب حطه على قلبك اليوم للكنيسة وللعالم بشكل عام السبب أنك اخترت هذا الموضوع السبب أنه أحياناً كثيرة طبيعة الإنسان أنه بينسى فلأنه الإنسان بينسى ربنا وصانف في آيات كثيرة أنه إحنا من ينساش بل بالأحرى نذكر وشفت أنه الشيء مفيد أنه بين الحين والآخر مثل التاجر الشاطر اللي بيعيد حساباته فكويس أنه الإنسان يعيد حساباته ويتذكر ولا ينسى ويعمل حسابات جديدة ويشوف نفسه خسران ولا كسبان القرارات الخدها قرارات مصرية نتيجتها كويسة ولا يغير قراراته فبالتالي كلمة أذكر بتكلم واحد ناسي وبتكلم واحد بين الحين والآخر يعني في نهاية السنة في نهاية الشهر في عيد ميلاده هكذا دايماً إحنا المفروض نقف وقفة مع أنفسنا ووقفة فيها صدق ونختلف الله ونقول يا رب إيه الحاجة لنا نسيها اللي أنت عايزني أني أنا أتذكرها الرسول بولوس ذكر عبارة مرتين أو أكتر مرة بقول كل الكتاب هو موحى به من الله ليكون لكي يكون إنسان الله نافع ومرة تانية بقول كل ما كتب كتب لأجل تعليمنا كتب لأجل إنذارنا فحلو مرات كتير الأشياء الدروس العملية من اختبارات الماضي من خلال رجال الله ومعاملات الله في الكتاب المقدس هي بمثابة رسالة إلنا في الزمان الحاضر بالضبط ما ينفعش نقول إن الرسالة دي مثلا زي ما نبدأ في سفر التسنية كانت لشعب إسرائيل مش لنا نحن لا كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع